إذن المدينة بتبنى مش لغرض السكن فقط لغير لكن كمان بيتعمل حواليها المجمعات اللازمة لإيجاد فرصة عمل ده بقى مجمع صناعة دي مجمعات إدارية دي مجمعات تجارية خدمات بعد كده يبقى فيه مستشفيات إلى آخره المهم إنه الساكن اللي هيروح لن يشعر بوحشة زي ما قال كده دكتور عبدالخالق هو مش رايح يدوب على النوم لا هو هيقدر يلاقي من فرصة عمل في نفس ذات منطقته السكنية هستقزمكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام